الدولة لم تغادر العقل اللي كان سابق لم تغادر الفهم المركزي لإدارة الأمور ودخلت مع الديمقراطية دخلت في تراكم مستمر من البيروقراطية تطورت وتخشبت ومنعت تطور حقيقي في الصناعة الدوائية طبعا الجو العام أيضا نعرفه اللي صار إرهابوا وكذا وماذا شنو لكن السنوات العشرة الأخيرة كانت الدولة أيضا متخشبة يعني بالنسبة أنه كصناعة الدوائية كان يصعب علينا التفاهم إحنا الآن ما عدنا أي قطاع خاص ينتج ولا حبة وحده إحنا عدنا قطاع خاص هو المنتج الرئيسي الآن الآن؟ يعني هاي العشرة بالمئة ينتجها القطاع الخاص ويا ويا كلها سوية بس القطاع الخاص أشقد نسبتكم من هاي العشرة بالمئة؟ لا تسعين بالمئة تسعين بالمئة؟ شوف عزيزي يعني زيكتور عبد الرحمن يمكم عشرة بالمئة من هاي العشرة بالمئة اي اتفضل اي يعني يعني احنا بحدود كل الانتاج الوطني شنو؟ بحدود الميتين وخمسين مليون ميتين وخمسين مليون شنو؟ دولار دولار طبعا كل الانتاج الوطني الانتاج الوطني العراقي والحكومي اي الحكومي بحدود يعني الميتين يتجاوز العشرين مليون أقل من عشرين مليون البقية القطاع خاص البقية قطاع خاص شنو الآن اللي انتاج القطاع الخاص؟ كل شي ينتج قلي هاي الكل شيء او أهم هاي الكل شيء ينتج من جميع الأصناف الدوائية لكن اكو بعض الأصناف لحد الآن مدخلها